أحكي لي أنس أن أجبر رودم سكين المغاربة وحق لهم أن يحتفلوا ونحن نهن أهل المغرب جميعاً في المغرب وفي خارج المغرب والعرب والمسلمين بهذا القرص والله حقيقة قدموا ثلاث مباريات مشرفة وفازوا على بلجيكا وهي ثاني أقوى منتخف في العالم هم رأس المجموعة هم قمة المجموعة يبدو مناسبة فرح الأمة كلها من شرقها إلى غربها باعتبار أنه ليس هناك انتصارات كثيرة في العالم العربي إلا هذا الانتصار وبالتالي وحد مشاعر الناس جميعاً في فرحها بس في الحقيقة الظاهرة المغاربة كان لهم دور فيها والتوانسة كمان لهم دور فيها وربما كمان الفرق العربية الأخرى وهي حضور فلسطين بهذا الشكل المغاربة بدعوا الحقيقة ويعني بالنسبة لي أنا وبالنسبة لكثير من الناس الذين سمعتوا تعليقاتهم وفراس فيه له مقال اليوم في ميدل إس آي الحقيقة بيتكلم عن هذا الموضوع بشكل جيد أن الشعوب العربية التي شهدت المباريات مباشرة في الدوحة أو عبر مختلف الوسائل الإعلامية الأخرى قالت كلمتها ضد التطبيع صحيح في هذه الوقفة الحقيقة وقفة مشرفة مع فلسطين ولما العربي بوقف مع فلسطين العربي عارف شو بده كلام فاضي هذا حل الدولتين ومش عارف ولا لا قيمة له عند الإنسان العربي الإنسان العربي يريد فلسطين حرة من بحرها إلى نهرها من شمالها إلى جنوبها هو قد يكون أكثر الآن الذين كما يقال مغاضين أو منزعجين من هذا الذي يحصل قد يكون هو جماعة سايكس بيكو الذين حاولوا يقسم العالم العربي بناء على حدود مصطنعة والآن الذي ظهر في هذا المونديال أن هذه الأمة أمة واحدة مشاعرها واحدة تفرح عندما يكون هناك فرح تفرح جميعا وعندما يكون هناك حزن تحزن جميعا واليوم الموضوع الفلسطيني اللي حاولت بعض الأنظمة التي هي غير منبثقة أصلا من إرادة شعبية حاولت أن تفرض على الناس موضوع التطبيع وأن هذه القضية الفلسطينية وقضية فلسطين والقدس لا تعنيهم ظهر من خلال هذا المونديال وهذه المشاعر بأن البوصلة لهذه الأمة ما زالت نحو القدس بوصلة صحيحة والحقيقة أنا كنت في الدوحة شرفني الله أن أعيش أجواء كأس العالم الحقيقة ظليت حوالي ثلاثة أيام كاملة في الدوحة وتعمدت أنه كم مباراة حضرت حضرت ثلاث مبارايات فتعمدت أنه أنا أتجول يعني حتى مثلاً واحدة من المباراة يعني كانت في سيارة تأخذنا من الفندق للملعب ومن الملعب للفندق فحرصت أنه يعني آخر مباراة أني أركب المترو مثلاً أني أروح أركب لترام أني أتمشى فالحقيقة الأجواء حقيقةً هي أجواء ابتهاج هذه واحدة المسألة الثانية التنظيم تنظيم باهر يعني نعم أنا لم أكن هناك إلا ثلاثة أيام لكن ثلاثة أيام حقيقةً لا أستطيع أقول أني لحظت مشكلة على مستوى كبير إطلاقاً بل الجميع كان يعني متكاتف العاملين اللي متطوعين من كل ألحاء العالم جميع هذول العاملين الحقيقة مجدين في مسألة تسهيل وبابتسامة وبلطف يعني ببعنى أنه الحقيقة فيه نوع من التدريب والمهنية العالية الوسائل الحقيقة في غاية الفخامة لكن على قضية فلسطين تحديداً يعني أكاد أجزم أكاد أجزم أنه أكثر الأعلام انتشاراً بين كل المنتخبات المشاركة هو عالم فلسطين وهذه يعني أهميتها تنبع من عفويتها أنه ليست بفرض أحد بفرض الدولة ولا أنه في راعي رسمي يقول لك هذه عفوية الأمر الثاني الذي هو حقيقةً جذب انتباهي أنه ليس فقط العرب اللي يشاري العالم فلسطين رأينا مشجعين جاي من الأرجنتين جاي من المكسيك جاي من السنغال جاي من غانا جاي من كوريا الجنوبية كانوا في مجموعة أيضاً وشايلين على الفلسطين والمسألة الثالثة التي ذكرها لي أحد الزملاء الإعلاميين موجود هو جاي من بلد عربي وجاي يغطي فهي يقول لي يقول لي الفريق ما القناة العبرية قال مسكين مثل يتيم ما حد يقبل يحكيه إياه قال يعني وليس طبعاً دعك من القطريين مثلاً ولا العرب ولا الكذا قال يعني أنا أمامي حصل بأنه وسأل ناس هكذا أجانب واضح أنه أجانب ما هم عرب فقالوا لي أنت من وين قالهم كذا قالوا لي يعني من إزرايل قالهم نعم قالوا لي يعني آسفين ليش ما حد افتهم ليش هو ميزة القضية الفلسطينية أنه بسبب الظروف المحيطة فيها أولاً آخر احتلال ثانياً طول مدة هذا الاختلال ثالثاً فيه اشتباك مستمر بينها وبين يعني ليس كل يوم بس فيه اشتباك يعني كل فترة يحصل اشتباك بين الفلسطينيين والاحتلال بغض النبع من نوع هذا الاشتباك فبالتالي أصبحت هذه القضية يعني ترمز ل عند كثيرين من أحران العالم من يفهمون ويتابعونها الحق المطلق فيه مقابل الظلم المطلق وبالتالي هي لها بعد عالمي لكن فيما يتعلق في تواجد الفلسطيني أولاً ورفض التطبيع في المناسبة وهو ربما أهم من وجود العام الفلسطيني لأنه القنوات الإسرائيلية يعني كان المذيعون يتحدثون بحرقة وبألم بأنهم لا أحد يعني يتكلم معهم سائق تاكسي عربي أنزل مذيع في الطريق وقال له أنا لا أريد الإيجار أنتم تقتلونا إخواننا أيضاً الهتاف دائماً لفلسطين أمام هؤلاء المذيعين كل هذه المظاهر يعني تبدو أهميتها لأنها جاءت بعد سنوات حوالي سنتين من توقيع اتفاقيات أبراهام حينما وقعت اتفاقات أبراهام أرادت الإمارات والبحرين إلى حد ما وإسرائيل أيضاً بقيادة نتنياهو إلى حد كبير إظهار بأن هذه الاتفاقيات اتفاقيات شعبية وليس فقط اتفاقيات على مستوى الحكومات كما حدث في الأردن مثلاً ومصر أو حتى منظمة التهريف الفلسطينية وأرادوا أن يقولوا بأننا وصلنا إلى الشعوب العربية وطلعت أغاني أوركستراتيات يعني من قبل الحكومة مدعومة من قبل الحكومة وفود صحفية قيل أنها شعبية وهي ليست شعبية بالتأكيد لأن هذه الدول لا يحصل فيها شيء بدون موافقة الحكومة هذا المونديال كانت الفرصة الأولى للشعب العربي ليقول كلمته بشكل حر وبعيداً عن ضغط الحكومات حول هذه الاتفاقيات تحديداً لأن حتى الدول العربية الأخرى مجهولة بأحوالها الناس مسكين وما يعني لم يظهر حراك ضد هذه الاتفاقيات لأنه كل واحد مجهول في حاله يعني في أوضاع دول العربية بعد 2013 تحديدا إلى اليوم فهذه كانت الفرصة الوحيدة ليعبر المواطنون العرب عن رفضهم لاتفاق في إضافة لذلك فراس هما الجماهير العربية استفزت أيضا يعني إصرار بعض الغربيين على قضية المثليين وإبرازها في المونديال جعل العرب والمسلمين وأيضا غيرهم من المشاركين يشعرون بأن هناك من القضايا ما هو أحق من ذلك أن ترفع راياته وأن ترفع شعاراته حتى أنا شفت شاب قطري في أحد المقاطع بتجري معه قناة أجنبية مقابلة أظن ألمانية ربما ألمانية فبيقولهم أنه أنتوا طب ليش مصرين أنتوا على هذا الأمر تبع المثليين طب ما قضية فلسطين أولى ليش ما بتتكلموش عن فلسطين فانعقد لسانها قالت ما أستطيع جوا آه أين ما أستطيع جوا في نوع من الاستفزاز يعني هذا الذي شهدناه في هذا المونديال لا أظن أن قبله من المونديالات شهدته هو في ميزة هنا أنه أنت هذا الكم الهائل من الناس من كل تقريبا العالم العربي يجتمعوا في مكان أو من معظم العالم العربي يجتمعوا في مكان هذه ميزة لم يسبق أنها حصلت أنه بهذه العدادة الكبيرة بهذه المناسبة العالمية يجتمع المغرب على التونس على المصر على الفلسطين على الأردن على الخليج على كذا يجتمعوا في مكان واحد ليعبروا عن قضية واحدة يعني كان بالفعل الجزائري يعبر في الجزائر وأحيانا يتعرض لمثلا اضطهاد الأنظمة في الجزائر وفي تونس وفي مصر وفي غيرها من خلال منع هذه المظاهرات ومنع هذا التعبير الآن احنا في شيء لم يسبق له مثيل في العالم العربي حدث عالمي هائل جدا لم يسبق أنه نظم مثل هكذا حدث في المنطقة العربية يتجمع هذه الممثلي هذه الشعوب جميعا في مكان واحد ولا شك أنه موضوع المكان برضو يساعد أن المكان فيه حرية القطر فيها نوع من أنها سمحت للناس أن يعبروا عن أنفسهم وبالتالي وجدنا هذا التعبير كله اللي كان محبوس في هذه البلاد اللي ما كان يستطيع أن يعبر كله خرج مرة واحدة بهذه العظمة بهذه القوة بهذه الروعة ليعبر عن نبض الناس بشكل حقيقي هو صراحة هي مجموعة أشياء كما تفضلتم يعني اللي وصلت إلى هذا الوضع أولا لأن هناك هناك استفزاز هائل استفزاز في قضية المثلية ولكن هناك أيضا استفزاز في قضية التطبيع والدول التي هرولت للتطبيع في السنوات الأخيرة أظهرت وكان الأمر مقبول شعبيا إذا كان في الإمارات طبعا عدد سكان الإمارات اليوم هما 5% أو أقل من عدد السكان الإجمالي أي الإماراتيين الحقيقيين ونحن نعرف أن لا أحد يستطيع أن يتحرك هناك وربما في البحرين شكل قريب جدا فإن في المغرب أساسا كان مهم جدا أن يكون موقف الشعب المغربي والمناصرين المغاربة أن يعبر عن رأيه وأنه يختلف على نظام الحكم وأن النظام الحكم له حساباته التي نعترض عليها ولكن بطريقتنا ربما وهذه الطريقة كانت طريقة ذكية لأنها أيضا جاءت في طار فرح وفي طار جماعي وفي طار موجودة شعوب أخرى تشارك نفس اللذات وقضية عليها إجماع بالضبط وقضية عليها إجماع المكان أيضا مهم طبيعة الحال قطر لا يمكن نتحدث عليها بأنها بلد يسمح بالحريات لكنه فيه نسبيا مقارنة مع ما هو موجود الجانب على السعودية مثلا أو الإمارات فإنها مقبولة وفي هذا الموضوع بالذات هي لهذا موقف يعني دعنا نقول أقل سوء في كل الأنظمة القائمة يعني فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ونحن نعرف ما يحدث دائما من صحافة عبرية تهاجم من أن الجزيرة على سبيل المثال تأخذ أجندة الى آخر مجموعة أشياء بما فيها الاستفزاز المثلية بما فيها التطبيع والهرولة للتطبيع خلات الشعب في هذه اللحظات بالذات حتى الذين خسروا في مقابلاتهم أن قضية فلسطين قضية مهمة بالنسبة إلينا وأساسية بالنسبة إلينا وإذا كنتم أنتم تختلقون قضايا مثلية قبل 40 سنة كانت مدانة في هذه البلدان وقبل 80 سنة كانوا يسجنونهم حتى يربما في فترات معينة كانوا يعدمون يعدمون طبعا يعدمون فإذا هذه التقلبات الأخلاقية وهذا عدم التغيير في القيم نحن لدينا قيم ثابتة لن ندخل معكم في هذا السجال لكن سنساجل في قضية أخرى أهم ولا يجادل فيها إلا ما ليس له أصداقا لما قلته الآن في مقطع لكوميدي يقال أنه آيريش مش عارفه آيريش ولا إنجليش بس هو أنا قرأته أنه آيريش هذا ستاند أب كوميدي بيقول أنه بالأمس قابلت صديق وقال لي أنه أنا بدأ هاجر قال له ليش بدك تهاجر قال له يا أخي أدول المثليين قبل مئة سنة كانوا يعدموهم قبل خمسين سنة كانوا يحكموهم أحكام طويلة قبل خمسة وعشرين سنة كانوا مش عارف إيش والآن يعني سيطروا لسه يعني بيقول له يعني كأنه كل ماله بيخف لأنه هي الكوميدي هذه قديمة بس يبدو تطلعون له إياها الآن يبدو أنه عمرها حوالي خمسة ثلاثين سنة هذا المقطع قديم قال له طب ليش بدك تغادر قال له بدك تغادر قبل ما يفرضوها علينا يعني تتجه إلى واللي حصل في المونديال أكد ذلك يعني هي صعيح نكتة لكن اللي حصل أنهم يريدون أن يفرضوا هذا الأمر على الناس ومن لا يقبل به يعتبر كذا ويعتبر كذا تعرف أبو ناجي بالنقاشات مع الناس هي هذه يشوف مثل هذه التجمعات ليتجمعات إلى حد ما غير منظمة يعني أنت فجة ممكن أنت على الإفطار تلاقي نفسك محاط أنت بناس من حول العالم من أقطار الأرض وكلهم يملك وجهة نظر هو جاي هو لسه قضى في البلد يومين ثلاثة لسه ما استطاع أن يتشكل يعني بخطابها أو ما شابه فهذه الحوارات الحقيقة هي حوارات نموذجية للذي يريد أن يجس النبض ويقيس نموذجية الحقيقة الحقيقة أقول لك تعرف أكثر الناس اللي جاية مثلا من أفريقيا اللي جاية من أمريكا اللاتينية من المكسيك من الأرجنتي من الإكوادور مثلا شفت مجموعة أولا وجدتهم غاضبين جدا جدا على هذه الحملة تستغرب زيان أنت شعليك يعني هل أنت موالين لقطر ولا ماذا بالضبط فوجدتهم في قضيتين يتكلمون عنها أولا قضية المثلية هل أنك من أعرف قال قال يعني كيف يعني قال يعني إلى وين بدنا نوصل فأنا سألتك قلت لي أنت شنو ديانتك فقال أنا كاثوليك وزوجتي يعني نص نص تؤمن ما تؤمن يعني قال بس إحنا مسيحين الطرف الثاني والذي كثر بالحقيقة من من سألتهم قالوا حنقهم كان على الأسلوب الذي كان فيه وضوح العقلية المهيمنة واللي مارستها واحد منهم قال لي قال لي إحنا 32 منتخب دا يلعب وإحنا جاي من 32 بلد حول العالم قال هما فقط ستة سبع دول هاي الأوروبية الغربية هما اللي يسون المشاكل قال إحنا كلنا يعني في جو منها حتى دكتور أنس من العجيب أن الدول التي تدعي أمرين تدعي القانون الضبط وبتدعي حقوق الإنسان موضوع القانون يعني مثل وزيرة داخلية ألمانية يفترض الوزيرة الداخلية هو أكثر واحد حرص على القانون بالضبط مش هو اللي بيطبق القانون وزيرة الداخلية هو المشتفى ثم تبدأي بهذا الشو بهذا الاستعراض السمج اللي هو بدل على عقلية استعلائية استعمارية تكبرية هذه القضية قضية الثانية قضية حقوق الإنسان يعني إذا أنت تحدث عن حقوق الإنسان يعني الإنسان ما ظل إلو في الكون حقوق إلا هذا الموضوع اللي أنت تحدثوا عنه اللي هو بخالف حتى الطبيعة البشرية والطبيعة الإنسانية وطبيعة الوجود الإنسان واستمراره الحقوق الإنسان أنتوا الآن الناس الذين يقتلون ويموتون بسبب ظلمكم في فلسطين وفي الفورية وفي العراق وفي كثير من البلاد العالم الآن بسبب الظلم الغربي والكيل بمكيالين من الذي يدعم الكيان الصهيوني الآن من أجل أن يقوم بالتصفية والأبرتايد في فلسطين أليستم أنتم ثم بعد ذلك تتحدثون عن حقوق الإنسان أي حقوق الإنسان أنتم تقتلون الإنسان والحيوان وليس فقط الإنسان وبالتالي كل هذه الدعاة الكاذبة هي محاولة لفرض مثل ونظم تخالف الطبيعة البشرية على شعوب ظنا من هذه الأنظمة أن هذه الشعوب يمكن أن تستسلم هذه الشعوب ضعيفة يمكن أن تحمي رأسها لهذا القوي ولكن ثبت أن هذه الناس البشرية بشكل عام ترفض مثل هذه هذا السلوك ما كان يمكن أن يصدر عنهم لو كانت هذه المونديال في أمريكا مثلا وفي ولايات في أمريكا تمنع تمنع طبعا ولكن لا يجرؤون لكن هم يستضعفون أمما بعينهم هو بس معلش في الموضوع الفلسطيني عوداً للموضوع الفلسطيني والمثال الألماني الصحف الغربية بشكل عام أهملت هذه الظاهرة الظاهرة الاحتجاج لأجل فلسطين لأن هذه اللي برفع أعلامه وعملياً احتجاج على احتلال وركزت على ظاهرة الاحتجاج الأخرى المرتبطة بقضيتين الرئيسيتين التي ترحت في الغرب اللي هي العمال والمثلية فهذا طرح سؤال لماذا لا يتم التركيز على حالة احتجاج موجودة في كل تقريب أو في معظم المباريات اللي كان فيها جمهور عربي كظاهرة يعني هو مفروض يتكلم عنها الإعلامي الإعلامي لما بيشوف ظاهرة غير مألوفة هذا خبر يعني هذا ممكن يتكلم عنها هو كتب يعني حد اليوم أظن كتب مادتين أو ثلاث مواد واحدة أظن في الڭاردين واحدة اليوم أظن أنها في التايمز أو نسيت اسم الجريدة معد ذلك لم يشار إلى هذه القضية الڭاردين كتبت الڭاردين قبل أربع أيام كان فيه بقال جيد في الڭاردين في مادة اليوم أظن نزلت في التايمز هذا من جهة من جهة أخرى أنه الدول التي تمارس التسييس زي ألمانيا مثلا عبر وزير الداخلية ومنتخبها هي تمنع مثلا أي احتجاج للفلسطينيين ممنوع الاحتفال أو إحياء ذكرى النكبة ممنوع لبس الكوفية الفلسطينية ممنوع أي ظاهرة احتجاج فلسطينية في ألمانيا يتم الهجوم عليها نتيجة للعقدة الرحيبة بغض النظر هم يستخدموها في اتجاه معاكس صحيح هذا مصبوط كلامك هذا سببها بس أنا في النهاية كمواطن عربي أو مواطن عالمي ليس من ضمن هذه الثقافة الألمانية تسأل عن النفاق لماذا لا يسمح بمأي ظاهرة احتجاج فلسطينية بالمقابل على أهل المستويات يتم الاحتجاج في دولة أخرى مستقلة على قضية ممنوعة في ذلك البلد بغض النظر عن هذه القضية فالحقيقة التعاطي الإعلامي من جهة والتعاطي السياسي والنخبوي الأوروبي يعني كله ليس في موضوع فلسطين وفي موضوع أخرى اتسمى بالنفاق والاستعلاء وأيضا المركزية الأوروبية لأن هناك عقلية في اللاوعي موجودة هي المركزية الأوروبية عقلية نحن الحديقة وهم غابة كما عبر عنها قبل ثلاثة أسابيع المسؤول الأوروبي الكبير كان شخص في الحقيقة لعب دور مهم جدا في قلب الأوضاع وأنا أعتقد أن هذا الشخص رأسه سيكون مطلوب أنا استمعت أنهم سيطلبون رأسه وهو رئيس الفيفا موقفه كان موقفه كان وجاء في يوم قبل فأحدث ضجرة هيبانة يومها تبعت حاولت نشوف الرد الفعل الغربي كان الإعلام الغربي غاضب جدا منه إلى درجة قالوا أنه هو مؤهل أن يترشح المرة الثالثة في مرس القادم وهو كان وحيدا قالوا لن يكون وحيدا هذه المرة لكن كان رده قوي جدا كان رده في الحقيقة لن يبقى لي حاضر للآن هو قال شيء سيكتبه التاريخ وسيتوقف عنده عندما يذهب هذا الغبار قال ثلاثة ألف سنة يعني في الغالب لما كان يقال على الغرب أن يعتذر يعتذر على ثلاث سنة مئة سنة مئتين سنة ثلاثمائة سنة الاستعمار هو ذهب إلى ثلاثة ألف سنة وقال نحتاج إلى ثلاثة ألف سنة حتى نستطيع نعطي دروس ولماذا ذهب إلى ثلاثة ألف سنة ذهب للدولة الرومانية الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الرومانية وما فعلته في البشرية حيث كان كل ما هو خارج روما بربري صح وباعتباره هو روماني إيطالي في الأصل هو من سويسر إيطالي وأيضا يبدو أنه عاش طفولة صعبة وأنه كان فيه تنمر ضده وأن أم والديه كانوا يشتغلون في ظروف لم تكن سهلة فقال أنه قضية العمال ما العمال لأنها خفتت قضية العمال فيما بعد أصبحت تركيز فيما بعد على المثلية أيها ميس ليش خفتتهم لأنه في ناس طلعوا لهم بتقارير أثبتت أن أسوأ دول في العالم في التعامل مع العمال هي في أوروبا وليس في أي مناطق أخرى وبعدين هذول العمال عفوا بس هذه نقطة على الهامش هذول العمال الذين تتشقق قلوبهم حزنا عليهم يشتغلون في شركات أوروبية وأمريكية بالضبط هذه النقطة في الهنطن وفي المشعار في والشركات هذه تقريبا الأغلبية العظمى من الشركات التي بنت الأمور هذه خلال العشر سنوات الماضية في قطر هي شركات غربية أساسا وبالتالي يشتغلون عند هذه الشركات هذه الشركات كان يمكن أن تضع شروط عمل مميزة وتعطيهم مرتبات وفارها وتسكنهم إضافية صحيح هناك مشكلة فيما يتعلق بالعمال في منطقة الخليج ولكن ليست في منطقة الخليج فقط صحيح غرقوا مجموعة كبيرة من العمال تتذكرون القصة من أهم أسواق الملابس هنا تنتج في بنغلاديش وتم كشفها عندما احترقت عمارة من ستة طوابق ومات فيها مجموعة كشف بأن هذه العمارة يعمل فيها عمال ضد القانون ولكن عمليا موجود هذه الكوارث القصد أنه شركات أوروبية شركات أوروبية شركة أوروبية شركة بريطانية أكبر شركة مش أكبر من أكبر محلات الملابس في بريطانيا كانت تشغل احتصار في حريق من عمارة بسة طوابق في بنغلاديش ومات فيها عمال ثم لما خلعت القصة اكتشفوا بأن هذه تشتغلوا لشركة اللي هي برايم مارك وبعدين برايم مارك أصبرت بعد ذلك أنها تضع الملابس ميدا من بنغلاديش يعني من أين نصصنا وفيما هو أخطر حتى من بنغلاديش وهو تابعت تقرير مؤخرا على عمال كوريا الجنوبية الشمالية كوريا الشمالية يشتغلون في بلدان أوروبية ويشتغلون أيضا في الصين لصالح شركات ملتناشنل مثلا بلدان أوروبية متواجدين بشكل كبير في بولندا يشتغلون بسعر زهيد جدا ولا يذهب إليهم إنما يذهب إلى الحاكم الطاغية لكوريا الشمالية بحيث أن المدخول الرئيس سنتاو يأتي من العمال العاملين هناك وهم يشتغلون كعبيد كعبيد نعم لا يشتغلون كعمال 10-12-15